اشتركوا في القناة واكثر من 100 كيلوغرام من الفضة حصيلة الوفيات بفيروس كورونا تتخطى وفقاً لمنظمة الصحة العالمية عتبة 3000 شخص وارتفاع عدد الإصابات في مختلف الدول العربية والغربية في مسعى لتجاوز أزمتها الخانقة خطة إنقاذ وطنية للشركة التونسية للصناعات الصيدلية تقيها شبح الإفلس مرحباً بكم يشرع اليوم مجلس النواب في قبول الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية وقد حدد بلاغ صادر عن المجلس الجهات المخول لها الترشح والمتمثلة في كل كتلة نيابية أو كل مجموعة من النواب غير المنتمين لكتل يبلغ عددهم سبعة على الأقل على أساس مرشحين اثنين من المختصين في القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون وستتولى اللجنة الانتخابية بالبرلمان فرض ملفات الترشح خلال الفترة الممتدة من الثالث والعشرين إلى الثلاثين من مارس الجاري مع تحديد تاريخ الثامن من أفريل موعداً لانطلاق جلسات التصويت على المرشحين وفي جانب آخر يعقد مجلس النواب غداً جلسة عمال النظر في تنقيحات القانون الانتخابي التي أحالها عليها مكتب البرلمان في العشرين من فيفر المنقذ وذلك بعد أن صادقت عليه لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية وأقرت عتبة انتخابية بنسبة خمسة بالمئة في الانتخابات التشريعية وتنعقد جلسة غد وسط رفض مبدئي لمجموعة من المنظمات الوطنية والجمعية والأحزاب والشخصيات لمقترح إدراج عتبة بخمسة بالمئة في الانتخابات التشريعية أمنياً تمكنت مصالح الديوانة فجر أمس بمنطقة جواشا بيرمادى بإحباط عملية تهريب 149 بندقية صيد بقيمة 745 ألف دينار و110 كيلوغرام من الفضة في شكل مصوغ مختلف الأنواع بقيمة 880 ألف دينار وذلك وفق ما أكده الناطق الرسمي للإدارة العامة للديوانة العميد هيثم الزناد خلال ندوة صحفية تم تنظيمها اليوم بمقر الإدارة العامة للديوانة ووصف زناد العملية بالنوعية وأفاد بأنها تمت على إثر نصب كمين من قبل الحرس الديواني بتطوين بعد توفر معلومة مفادها اعتزام أحد المهربين تهريب كمية من بنادق الصيد 149 بندقية صيد عيار 12 وكذلك حجز 110 كيلوغرام من الفضة في شكل مصوغ العملية هذه ما انطلقتش أمس عند شهرين قاعدة تتخدم فرقة الحرس الديواني بتطوين منذ أن تم إحباط محاولة تهريب 19 بندقية صيد منذ آخر سنة 2019 فم عمل استعلامي قاعد يتبع في الشبكة التي تتولى تهريب هذه البنادق عبر الحدود التونسية الليبية وقتاً توفرت معلومات تم نصب كمين واستهداف الشاحنة هذه للسائق متاحها امتنع الوقوف وحاول الفرار فتمت مطاردته وتصويب الرصاص على العجلات والشاحنة تم تعطيلها في أحد الكثبين الرملية وبتفتيشها تم العثور على الكمية التي تشوفها هذه فشأن الصحي أفاد المدير الجهوي للصحة بناب العاد الحدد بأنه تم أمس الأحد وضعوا سبعة أشخاص من جنسية مختلفة قدموا على متن ثلاثة يخوت بمنطقة الحمامة الجنوبية في الحجر الصحي وأشار إلى أنه تم السماح لاثنين منهم بالمغادرة بعد أن وقع التأكد من أنهما قادمان من مالطا التي لم يقع تسجيل إصابات فيها وأوضح حداتي في تصريح صحفي أنه تم إخضاع هؤلاء الأشخاص وهم من جنسيات إيطالية وإفريقية قادمين من إيطاليا للفحوصات اللازمة رغم أنه لم تظهر عليهم علامة الإصابة بفيروس كورونا وتم وضعهم تحت الحجر الصحي على متن اليخوت وهم محل متابعة يومية وأكد المصدر ذاته أنه لم يتم إلى غاية اليوم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية نابل قائلا إن المنظومة الصحية بالجهة على أتم الاستعداد لمجابهة المرض في صورة التثبت من وجوده ولمجابهة خطر فيروس كورونا اتخذت الإدارة الجهوية بالقيروان جملة من الاستعدادات على غرار توفير قاعة عزل بمستشفيات الولاية جملة من الإجراءات والتدابير اتخذتها الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان لمجابهة فيروس كورونا تمثلت في إحداث قاعات عزل بمختلف المستشفيات الجهوية منها والمحلية وتجهيزها بالوسائل الضرورية حددنا الستوكستراتيجيك فيما خص مواد الوقاية والتوعية حتى على المستوى المحلي والجهوي وكذلك قمنا بتحديد مكانات العزل يعني قاعة العزل وأنا نحب أن نذكر هنا أننا لم نقاعة عزل على المستوى الجهوية فقط بل قمنا كذلك بأحداث قاعة عزل على المستوى المحلي بحيث تصبح كل مؤسسة صحية لدينا راجعة لدينا بالنظر عندها قاعة عزل في قاعة العزل لاحظتها واسبيتار المستعد بشي يتفعل ويتأقل مع الخطة هذه ومع الممكنية هذه حسب الحالة وإذا اتطورت الحالة لقد الله وربي يبعد علينا الفيروس هذا ويحمينا ويحمي بلادنا اسبيتار عنده خيارات أخرى بشي يتفعل معه ويتطور حدث فرق قرى ودائمة للتدخل الطبي والقيام بحلقات تكوين نظري وتطبيخي حول طرق الوقاية من الفيروس من بين الإجراءات التي تم اتخاذها الأمراض الفيروسية لكل تستجيب إلى نفس الشروط نمتاع الوقاية كان نحكيه على غريب عادية كان نحكيه على أنفلونزا كان نحكيه على كورونا رأينا الإجراءات الوقاية مشتركة وتبدأوا من المنزل تبدأوا من المواطن في داره كيفاش يتصرف دونك اللي هنين عاودوا ونذكروا ميسيلش دي ما نقولوا فيها غسل الأيدي في الوسط المجتمعي غسل الأيدي صغيرات ننبههم للحاجات ذوما رأي الإجراءات الوقاية هذه بيشتعاون برشة المنظومة الصحية وبيشتحد برشة من سرعة الانتشار مهما كان الفيروس وتجر الإشارة أن مستشفى ابن الجزار بالقيروان استقبل حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس نهاية الأسبوع الماضي لكن تحاليل أثبتت سلامتها وفي حركة تضامنية مع الشعب الصيني في حربه لمكافحة فيروس كورونا المستجد انتظمت بفضاء المركز الثقافي صديقة تظاهرة ثقافية بعثت برسالة مساندة للشعب الصيني بطرق فنية مختلفة عبر فنانون التونسيون عن تضامنهم مع الشعب الصيني في حفل رمزي مساند للصين تزامنا مع ظروفها الصعبة التي تمر بها نتيجة انتشار فيروس كورونا البدرة هي مساهمة معناها للصين اللي اليوم يعيشوا فيه دونك مجموعة من الفنانين مع الحركة الفنية اللي هي صارت في المكان هذا حركة أفريقية اسمها حبت معناها تساهم بأعمال فنية جتني لفكرة باش ننجز لوحة معا اما اتعبر على التضامني مع الشعب الصيني يعني والسفارة الصينية في تونس تظهر العلاقات اللي باها وقت تظهر وقت اللي كل واحد يلقى لاخر في أوقات حارجة متعوه دونك اليوم يعني اكستريم من عرض اللي عملت هنا في روما أنا ومهدي ترابلسي باش نعسفو زادة كيف زادة النشيد الوطني الصيني والشيد الوطني التونسي نحن ممتنون للأصدقاء التونسيين الذين عبروا عن مسانداتهم لشعب الصيني مع انتشار فيروس كورونا فلدينا مثل صيني يقول إنه من خلال الأوقات الصعبة نعرف الأصدقاء الحقيقين ونحن نعتبر أن تونس بلد كبير وشعب تونسي شعب كبير البادرة مثلت أيضا فرصة للتنديد ببعض الممارسات العنصرية التي طالت الصينيين على إثر انتشار فيروس كورونا حبينا نحييهم حييو الشجاعة وروح الوطنية ومتاحهم كيفية شمعاتها يقاوموا في المرضى بشجاعة بروح وطنية وحبينا كذلك ندوا بعض الكلام والتشويه اللي اسمعناه في تونس وخارج تونس بلخص في تونس ونعطيهم رسالة محبة وفي تجمل فضاء هذا المركز الثقافي بألوان ولوحات مختلفة رسالة مفادها أن الثقافة والفن لغة الشعوب وموحدة لها وفي مختلف دول العالم ارتفع عدد حالة الوفاة جراء فيروس كورونا إلى ما يزيد عن ثلاثة ألاف فيما بلغ عدد المصابين بهذا الوباء الذي يصيب الجهاز التنفسي أكثر من تسعين ألف مع اتساع رقعة تفشي فيروس كورونا المستجد في دول العالم وتسارع نسق زحفه عبر القرات تخطط حصيلة هذا الفيروس اعتبت ثلاثة ألاف وفات في العالم الفيروس المستشري يوصل دق أبواب الدول العربية فبعد مصر والكويت أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في الجزائر إلى ثلاث حالات وفي العراق ارتفع عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 21 حالة بعد تزييل السلطات العراقية حالتي إصابة جديدتين لشخصين زار إيران في الآوينة الأخيرة أوروبيا وتحديدا في فرنسا التي أصبحت بؤرة جديدة للمرض في أوروبا حيث تم إحصاء 130 إصابة وتزييل حالتي وفات وكإجراء الذي يعتبر مقصدا للسياح في العاصمة الفرنسية باريس أما إيطاليا فقد سجلت نحو 500 إصابة إضافية بالفيروس خلال 24 ساعة حسب السلطات الصحية ووفاة خمسة أشخاص جراء الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 34 في ثلاث مناطق شمال البلاد أما الصين بؤرة انتشار هذا الوباء فقد أعلنت السلطات اليوم وفاة 42 مصابا ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية في البلد إلى 1912 حالة وفاة غير أن الإصابات الجديدة التي أعلن عنها اليوم في الصين والتي بلغت 222 حالة تشكل أدنى حصيلة يومية منذ جنفيا الماضي وللتصدي لهذا الفيروس أرسلت القوة المسلحة الصينية أكثر من أربعة ألاف فرد من المهنيين الطبيين على ثلاث دفعات للمشاركة في المعركة ضد فيروس كورونا الجديد في مدينة وهان شرق الصين الأوسط مركز تفشي الفيروس هذا ورغم أن الوباء يظهر بوادر انحصار في الصين إلا أن انتشاره يتثاقم في العديد من دول العالم وعلى خلفية هذا الانتشار المتسارع للفيروس القاتل حثت منظمة الصحة العالمية الدول على استكمال استعداداتها لمعالجة المرضى المصابين بالفيروس والحرص على وجود مخزون كاف لديها من أجهزة المساعدة على التنفس في شأن آخر تعيش الشركة التونسية للصناعات الصيدلية منذ سنوات على وقع أزمة مالية خانقة جعلتها مطاردة بشبح الإفلس وحتى تستعيد هذه الشركة العمومية عافيتها تم الانتلاق في خطة إنقاذ أثمرت أولى خطوتها نتائج وصفت بالإيجابية خاصة فيما يتعلق بالديون المتراكمة مزيد من التفاصيل في هذا النقل خطة إنقاذ انطلقت فيها الشركة التونسية للصناعات الصيدلية السيفات لتجاوز أزمة خانقة خيمة معها شبح الإفلس جراء خرام توازناتها المالية برنامج الإنقاذ الذي يمتد على المدى البعيد والمتوسط بدأ بخطوة أولية تمثلت في الحصول على ضمن دولة لحل إشكال الديون البنكية يوم الوضعية المالية للشركة التونسية الصيدلية معاشاً تبعث للقلق بحجم كبير كما كان المزودين رجعوا يزودوا فينا زاد وقفة من الدولة تونسية لأننا عاطتنا ضمان دولة بش نجمنا نمشيوا القطاع البنكي ونحضلوا الإشكاليات البنكية التي كانت متعلقة بالصفات حسنا في نوعية الديون التي كانت تأخذها صفات واليوم ديون مريحة على متوسط المدى المخطط يهدف ويتضمن الاستثمارات التي بلغت لسنة 2020 18 ألف مليون دينار على المدى القصير تمثل في رجاع عملية الإنتاج والترفيع في الرقم المعاملات هناك على المدى المدى المتوسط فمبعث شركات متعددة تهدف إلى توسيع الطاقة طاقة الإنتاج وتنويع المنتوج على غير محهد بستور ليصناعة الحقن والقطب التكنولوجي إصناعة الأدوية البلوجية أرقام مفزعة حول حجم ديون الشركة سواء لدى البنوك أو لدى المزاودين هي نتاج لتراكمات وغيب الحوكم الرشيدة حسب تأكيد القائمين على الشركة في السوداسي الأول من 2019 ما عادش ما سيولة ما عادش صفات ما عادش تخلص في المزاودين متاح وصناعة الأدوية هي صناعة تحويلية إذا ما عندكش موايدة أولية من جمشتسنا وهيك عليش وقفة ديالنا الإنتاج فاتت 24 مليون دينا للمزاودين في 31-12-2019 قمنا معناتها خفضنا في الديون من 14 مليار ديون وهم الكل بين إدراجي ولكو 24 مليار وصلنا 29 مليار وذلك كله بالحوكمة بالتذافر جهود توتونيكيب يذكر أن الشركة التونسية للصناعات الصيدلية تقوم بتصنيع الأدوية ولها دور تعديلي للأسعار لتابعها الوطني والاجتماعي كما تغطي جزءا كبير من حاجية السوق الوطنية نتطرق الآن إلى مشغل تربوي التنمر في الوسط المدرسي ظاهرة انتشرت عبر العالم وباتت مصدر إزعاج للكثيرين حتى أن عواقبها وما قد ينجر عنها أصبح يستلزم تدخلا لمختلف الأطراف المعنية أي مفهوم لهذه الظاهرة وأي حلول لتجاوزها والوقاية منها في الروبرتاج التالي نقف عند مختلف الأسئلة التي تدور حولها ونقدم ما رصدته كاميرا الأخبار من إجابات الأطفال في الوسط المدرسي قد يأتي بعضهم تصرفات عديدة بين سلوك عدواني أو اكتئاب وانزواء أو غيرها من السلوكيات التي تمارس عليهم أو يمارسونها والتي قد تؤدي إلى التنمر المدرسي الظاهرة المتشعبة لدى الولي بين المفهوم والعوارث تصرفات مختلفة بفعل عوامل عدة منها التأثيرات التكنولوجية التي قد تكون مجالا أو دافعا لانتشار التنمر المدرسي الذي يعرفه الباحث في مجال الطفولة والأسرى إبراهيم الرحاني أهم المظاهر اللي نجم اللحظوها في الأطفال المتالي اللي عيشها التنمر تكون التحصيل الدراسي يمتعه ينخفض تكون عنده نوع من الاكتئاب حتى التنمر يوصل إلى حدود حتى الانتحار تكون عنده اكتئاب معناه حادة أو اكتئاب تحسه معناه مفاجئ من الحالة النفسية يمتعه تكون ينقطع عن الطعام أو الشه يمتعه تكون ما عادش مقبل على التعامل حاجات توحي أن العبد يتعرق إلى نوع من الإساء أو نوع من العنف صورته هو على روحه صورة مهزوزة لماذا؟ لأن الأسرة في تعاملها مع الصغير ما عرفتش كيف يشتعطي تقدير ذاتي إيجابي لا يكون عنده ثقة في نفسه أما سبل الوقاية فات تتمثل بالخصوص نعلم أولدي أن يكون عنده قوة شخصية كيف يشكون عنده قوة شخصية؟ قوة شخصية أن تبدأ حتى في لغة الجسدة بتاعه في عينه يبدأ يحكي لا يبدأ يحكي وعينه اللوت لازم يحكي وعينه يخز الطرف الآخر يبدأ يتكلم ويتكلمشا كالسوتة كالفواء يكون حاد ويكون اللغة الجسدية ولغة التواصل مهم برشا ثاني حاجة لازم نفهم المتنمر شنو حاشته حاشته بردة الفعل وبالتالي عدم ردة الفعل بالطريقة هي لتخلي المتنمر ما يوصلش للمبتغام تاعه تنشئة مدرسية وأسرية مقاربة تربوية ودعم القدرات الذاتية للأطفال وإكسابهم الثقة في النفس من أهم الحلول لتجاوز ظاهرة التنمر في الوسط المدرسي إلى جابس ومواكبة مشاهدين لورشة تكوينية في مواصفات السلامة المهنية ورشة نظمها نادي المطورين بالمعهد العالي للإعلامية والميلتي ميديا بيجابس في بادرة تهدف لتأطير الطلبة وإعدادهم لمسيرتهم المهنية نظم نادي المطورين بالمعهد العالي للإعلامية والميلتي ميديا بيجابس ورشة تكوينية في مواصفات السلامة المهنية هذه الورشة تندرج في إطار أعداد الطلبة لمسارهم المهنية ومساعدتهم على النجاح في مشاريعهم من خلال احترام وصفات السلامة المهنية يزو 45 ألف واحد هي ورشة تكوينية للحفظ على السلامة المهنية حابنا نعملها باش نطور الشباب متاعنا باش نحفزوهم ونأطروهم باش نهار آخر كيوصل يخرج معناها للمليو البروفيسيونيل يولي عنده مشاريع يعمل المشاريع ولنورم هذة هم انترناشنال ستاندر انترناشنال لازم الواحد معنا يحافظ عليهم خطبونا في الورشة هذه اللي هو عندنا احصائيات لحواذ الشغل وشنما الشروط اللي لازمة معتها الحفظ الصحة والسلام المهنية في مواقع الشغل وعن طريق معتها انطبقوا معتها نورم اللي هي معتها نورم انترناشنال اللي هي شروط الدولية العديد من الطلبة من مختلف المؤسسات الجمعية بيجابس استفادوا من هذه الورشة التكوينية وتحدثوا عن اهميتها في حياتهم المهنية المستقبلية من اول ما عرفت انه بشي تعمل فروميسيون لهنا والكل من غير ما نخمم قررت انه نجي نعملها بش ناخد فكرة معنا مبدئيا خطر النهار اخر واحد يستحق ان شاء الله انه يدخل في دي سوسيتي كبار في مشاريع يجنب نوع من المخاطر ويكون عنده فكرة انه كيفش يتصرف معالي دي برودوي يبدو دنجوري كطلبة كيمياء بالطبيعة نحتاج تكوين في سلامة بحكم انه دماننا يعني فيها شوية صعوبة وشوية مخاطر يعني لازمنا بالطبيعة نكونوا متكونين بالباهي في كيفش نحمر واحنا كيفش نخدمه ونحن محميين هذه الورشة التكوينية تندرج في اطار اتفاقية الشراكة التي تجمع نادي المطورين بالمعهد العالي للإعلامية والميلتي ميديا بيجابسة بالمركب النموذجي للشباب بيجابسة الذي يعمل على تحفيز الشباب على المبادرة الخاصة في جديد الوضع في الجوار الليبي اهلنت قوات حكومة الوفاق الليبي المعترف بها دوليا مقتل 23 من عناصر قوات شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر وتدمير ست آليات عسكرية لدى تصديها لمحاولة دخول قوات حفتر منطقة العزيزية جنوب العاصمة ترابلس وكانت قوات شرق ليبيا قد شنت أمس الأول هجوماً واسعاً على منطقة العزيزية التي تبعد نحو 40 كم عن العاصمة والواقعة تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق في إطار عملية عسكرية أطلقها حفتر منذ أفريل الماضي للسيطرة على ترابلس مقر حكومة الوفاق عود على بدء فيما يتعلق بأزمة تشكيل الحكومة في العراق مع اعتذار رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق العلاوي مساء أمس عن مهمة تشكيل الحكومة بعد فشل مجلس النواب للمرة الثانية في عقد جلسة استثنائية للتصويت لعدم اكتمال النصاب وفي ظل هذا المستجد أعلن الرئيس العراقي برهم صالح البدأ بمشاورات مجدداً لاختيار مرشح بديل للعلاوي في غضون 15 يوماً داعياً القوى البرلمانية إلى اتفاق بشأن رئيس الوزراء البديل خلال الفترة الدستورية المحددة وفي خضم هذه الأزمة السياسية تعرضت المنطقة الخضراء واستبغدرت إلى هجوم بالصواريخ خلال الليلة الماضية وفق مصدر أمني دون توضيح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن ضحايا أو خسائر إلى أخبار الرياضة سيكون منتخب الأواسط حاضراً في دورة أبطال مناطق القارة الإفريقية التي ستقام منافساتها من الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين من مارس الجاري في العاصمة الغينية كونكري وفي أعقاب مشاركته في كأس العرب المقامة حالياً في السعودية التي يستعد لخوض دورها الأول أو دورها النهائية الخامس المقبل ويشارك في الدورة منتخب غينيا مستضيف المسابقة ومنتخب زامبيا بطال المنطقة الجنوبية ومنتخب السينيغال بطل المنطقة الغربية الأولى والمنتخب التونسي بطل منطقة شمال إفريقيا في كرة القدم العالمية أهدر لايبثينغ نقطتين في صراع صدارة البوندس ليجا بعد تعادله مع بايرن ليفر كوزن في المقابل ابتعد بايرن ميونيخ في المركز الأول بثلاث نقاط بعد فوز كاسح بسداسية نظيفة على مضيفه هوفنهايم في مواجهة مثيرة سجلت أحداثاً عنصرية طالت رئيس النادي المضيفة أما في هولندا فقد انهزم المتصدر أيكسا مستردام أمام أيك مار في قمة مواجهة الجولة الرابعة والعشرين وضع العنيد بايرن ليفر كوزن حداً لتألق مضيفه لايبسيج في صراع صدارة البوندس ليجا لإجباره على الاحتكام إلى التعادل بهدف مثله في الجولة الرابعة والعشرين فعلى ملعب الريدبول أرينا لم ينتظر الضيوف سوى 29 دقيقة فتح تسجيل عبر الجنح الجمايكي ليون بايلي قبل أن يدرك باتريك تشيك التعادل لأصحاب الأرض بعد ثلاث دقائق يكتفع لايبسيج بـ 49 نقطة في المركز الثاني خلف البايرن المتصدر أما بالرأي نيتشكار أرينا فقد اختلفت الأمور بعد عادة البايرن التي صار انسحق استقر على سوداسية نظيفة بشباك مضيف يوفنهايم الذي تلقى رئيسه المثير للجدل ديتمار هوب سيلاً من العبارات العنصرية من قبل الجماهير البافرية ديتمار هوب رجل الأعمال ومالك النادي وأصيل المنطقة الواقعة بين مدينة تاي هايدلبرغ وهيلبرون وحد جمهير البوندسليغ على العداوة وخصوصاً في مباراة السبت وكان الرادو سريعاً وذكياً من قبل اللاعبي ومسؤولي الفريقين الذين خيروا أن يكون مات بقاً من موجهة شكلياً في تبادل بطيء للكرة في رسالة واضحة للجماهير التي ستكون بانتظارها قرارة صارمة من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم وفي الدرجة الأولى الهولندية انقاذ آيكس أمستردام المتصدر للهزيمة بهدفين دون مقابل على أرضه أمام ضيفه العنيد وملاحقه المباشر أركمار في قيمة موجهة الجولة الرابعة والعشرين أركمار تقدم مبكراً بهدف أول حمل توقيع مايرون بوادو منذ دقيقة الرابعة قبل نضيف المغربي أسامل إدريسي الهدف الثاني في دقيقة الرابعة والسبعين نفع الرصيدة فريقه إلى ثلاث وخمسين نقطة في المركز الثاني وبفارق الهداف خلف آيكس صاحب المركز الأول ختم النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها الدوانة التونسية تعلن إحباط واحدة من أكبر عمليات التهريب لبنادق صيد وأكثر من مائة كيلوغرام من الفضاء حاصلة الوفيات بفيروس كورونا تتخطى وفقاً لمنظمة الصحة العالمية عتبت ثلاثة آلاف شخص وارتفاع عدد الإصابات في مختلف الدول العربية والغربية في مسعى لتجاوز أزمتها الخانقة خطة إنقاذ وطنية للشركة التونسية للصناعات الصيدلية تقيها شبح الإفلس وبإمكانكم متابعين متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية شكراً على المتابعة إلى اللقاء